شو هلا طافة هاي لازم ندمركم شوي يالله لا لو كنتي رح تعملي فيلم عن صداقتنا ايش رح يكون نوع الفيلم رعب شو الصفة الموجودة فيلي اللي بتتمنى تكون عندك لا لا سياسية هاي جواب قوي جواب قوي جواب لاعيب أصلا هل قمت بأسكتك؟ بالتأكيد أول سؤالة تسألة حسيت تحذة شوي الموضوعات حبين بتتكرينها بسرعة من رحلتك أترى آمام وبعرف اهداً، ادي كتير عالم استهانو فيكي لا بدش تخاف ماذا عملت ؟ لا أنت قلب شاورت اشتركوا في القناة بنتها وهالمرة قل لي منسوي شي غير عشان يوم شفت هالضيفتين قلت خلا نجرب أصدقاء وزملاء فيبت نور وأندريا هلا فليوم بيكون وائد غير أنا أول مرة سوي شي صراحة خلا نشوف كيف المقابلة والحوار بيكون حمسين حتى الأجواب بتشوفين أن أنا حاط مرات كم من سؤال في نفس الورقة فأنتي سألي سؤال الأول خلي تجاوب بعين سألي السؤال البعض ونفس الشيء باللغتين واللي ترتاحون تعبرون بأي لغة عبروها فبنبدأ بي نور جاهزة؟ رح أسألها أو حجاول؟ أنت تسألين حسنا وإذا لم أفهمت يقولي لي حسنا حسنا لا فهمت شو أكتر إشي بعجبك فيني؟ وليش؟ لا أنت ليش أصبر يا عدي شو أكتر إشي بعجبك فيني؟ أريد أن أقولك شو أكتر إشي بعجبك فيني؟ وليش خصيتك قوية؟ أنه لما تشوفي شيغات عم يسير قدامك أو إذا حدا 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 نور أنا أجل كي أكتر إشي بعجبك في هذه المشكلة؟ شيء أحب شو أكتر شو أكتر شو أكتر شو أكتر لماذا؟ أعلم شو أكتر شو أكتر نور هي وصفت لي كيف هي تحط حد وهي مدحة كيف أنت تحطين حدود والحدود بالانجليزي موضوع بعد كلمة هاي متعارف عليها كثير اللي هو باوندريز حتى نحن في مجتمعاتنا العربية عشان ويد متربين على الأخلاق والمجاملة مرات يمكن الناس يتمادون ونستحي ونقول لا حيب اسكت خلي مشي 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 عادي بس جدا مهم يعني نتكلم عن الباوندريز ولا الحدود انتي هالحدود تتحسين وقحة ولا صارمة عشان فيه ويد فرق بين الصرامة وبين واحد يكون قليل أدب ويكون وقح ولا ناشفة ولا بشكر تحطين شكر وكيف توقفين الناس وشو الحدود بالنسبة لج اظن يعني زي ما حكيت صارمة اكتر صارمة ما بحب اكون وقحة مع حدا اذا اي اشي برأي اذا حدا عم بيكون لهالدرجة وقح معك المشكلة فيهم مش فيك وصارمة حول تتحسين وقحة توقفها في مكان ما يوجد فيها أخذت الناس أنك تكون محبوبة لا يعجبني هذا الموضوع إلا توقف أو اخرجي حياتي وأنا لا أقل ذلك مع أي محبوبة لكن بالأخير ما عنا غير حالنا لو في ناس ما بيحترمون من أنت وإيش مبادئك والمقيم اللي أنت عندك ياها وإيش تخليهم بحياتك هل تعرفين؟ هذا الموضوع يهمني موضوع الحدود أحس فن يعني يوم أشوف مثلا صديق يستغل صديقة زوج يستغل زوج أو العكس أو موظف يستغل موظف أو مدير يستغل فالمرات أقول ضروري جدا النقطة الأولى أن نوصل المعلومة أنت تقولين أنا هالشي ما يعيبني فإذا أنا بلغت أقدر أرفع إيدي أقول أنا بلغت هالرسالة أحين هو تجاهل هالنقطة أحين مشكلته هو وأنا أقدر أقول شكرا مع السلامة عشان أنا وضحت بس أنا لو تميت ساكته وهي معظم منها شي سوون يقول لا مفروض يعرف مفروض يعرف أن هذا غلط لا مش مفروض يمكن يا من بيت غابة ما يعرف حدود مثلا أنت بيتك تشل الشنطة مالتك وتشل ثيابك ما تقول لي راح تشلت ملكبة بعدها تقولين وين شنطتي وين فتتصلين يقول مثلا سارة سارة أنت شليتي شنطتي هي عشان كان عندي عزيمة هي بس ما قلت لي فأنتني ضايقتي بس لو أنني قلت اه اوكي خلاص يلا مع السلام هني أنت غلطي بس لو قلت شوفي أنا ما أحب هالشي هالشي واري ضايقني سارة يمكن أنت عادي عندك بس مبعادي عندي أنا أحين لو سارة راحت وخذت شنطة أسبوع لياي اوكي خلاص صحي فهمنا بس أحس فن والناس ليش ما يبوني يحطون حدود عشان مش مريح لا تريد أن تخاف تخاف تخسر ناس حواليك وفي عالم يستحوا كثير ما عندهم هيدا الجرأة طي يوقفوا حد عند حد بس بحس مع الوقت بياخد أنا أخذني كثير وقت يصير عندي الجرأة أن أوقف حد عند حده حتى كنت أسأل أمي إنه ماما إذا أنت كبيرة إنه تعدت عحدودها كيف المفروض أحكي معاها إنه ليس واحدة أدي ممكن إنه أوقفها عند حد إنه لازم أكون مريحة بس بطريقة إنه ما أعرف إنه أوقفها عند حدها بطريقة محترمة فكانت ماما تحكي لها أحكيها بطريقة لطيفة إنه مثلا في أمتي كانت تكلي حبيبتي شو كيوت وضربتني كاف إيش؟ وعملتها أكتر من مرة وشدت شعري ماذا؟ أنا كمان في رحت عند ماما قلت لي إنه ماما قلت لي إنه إنه لما حدا يحكي معاي بهذه الطريقة أو إنه يتعدى ع حدودة أو إنه يضربني كفوف أو شيء كيف المفروض أتعامل هذا حد كبير حب عنيف هذا حب عنيف هذا إنه أحكي بهذه الطريقة بس يعني كثير صعب إنه توقف حدا عند حده وهو أكبر منك أصعب أصعب إنه من حدا أصغر منك أو أدك تقريبا تعرفين أحس جدا الحدود شيء مربوط بحب النفس لو أنا أحب نفسي وما أحب الضايق وما أرضى على نفسي الضايق على شيء سخيف ولا مبسا خيف لو أنا صدق أعز نفسي وأقدر نفسي وأقول لا لا حبيبي أنا ترى ما يناسبني هالشي فهنيا بديت أحط حدود ليش عشان أحب نفسي بس لو أنا ما بخوف الجمهور وأقول اللي ما يحب نفسه ما يحط حدود وسوالك أنا شوف في رابط تقدرون تسمونه رابط مباشر أو غير مباشر بس جدا يعني الواحد صدق يعتني بنفسه ويحب نفسه يقول لا ليش ليش كل يوم أسير وهالشخص يقول مثلا خلنا نقول تروحين عند عمه مثل ما أنت قلت وهالعمه كل مرة تقول متنان أنت شكل سويتي دبه كل مرة تقول نفس الشي مثلا وانت واحدة يمكن أن تعقدم ما تبين حدي يناس يقول لك على وزنة شيء فيه ممكن طريقة تقول عمتي حبيبتي والله أنا أحبك بس ترى أنت تجرحيني أنت تعرفين كما أنا أروح رجيم وكيف أكل وكيف أهتم في نفسي وانت كل مرة أنا شوش بدمه تقولين شيف حالك حبيبتي وانتباوس تقولين شكل جدبه كيف سأسوي؟ صح فهني عشان أنت حبيتي نفسك لا ترضي نفس الشي في العلاقات ونفس الشي في أكل عسوال الله وليلا شكرا ما هي الصفة الموجودة فيني التي تتمنى أن تكون عندك؟ لا أحبت هذه المسؤولة بالله عربيتش قوية طلعت يبالله أعتقد أن مزيدك كنت أعسل حتى تحكي هيك مزيدك قبل الانتربيو كنا نحكي كان لدينا مزيدك قبل أن نبدل تصوير المسلسل والآكتين كوتش كان بيحكي لنا كل واحدة تنقي زي حيوان مثل حيوان مثل حيوان الذي يملكك ف أندريا كانت مزيدة وأنا كنت بلاك بانثر ف ف هناك الكثير من الأشياء وأنا وأندريا أنه عكس بعض فيها و أعتقد أن من أكثر الأشياء التي أنا جد يعني أنا شكرا لها أندريا تعطيني هذه مزيدة في حياتي يعني أنا مرات أي شيء بصير معي بصيبة 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 صغيرة بصيبة كبيرة بصيبة بصيبة و أتركز على الأشياء السيئة وهذا الشيء أنا لازم أتعلمه لأنه أتركز على الأشياء السيئة حيوان 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 ما هلأ طعفة هاي ها 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 ندمركم شوي للا لا عمرك غيرتي مني لا أعتقد أعتقد أن شغلة فيي أنا كثير صعب أهار من حدا حتى إذا كنت أحب حدا كثير كان حوليه بنات كثير صعب أهار عاليه ما أعرف شغلة كثير إنه هيك كمان إنه بحكي فيها مع عائلتي في الموضوع هلأ أكيد الزمان كنت غار كتير وهاك بس أعلى رفع ما بغار اي فيل موثرة كاملها أول واسمي وماي بص عم تعمل هيك وهيك وهيك إنه إفائي ان هايديي بصفين أنا كتير مبسوط إني هيك عم تعمل أي شجاعها تعمل أكتر وأكتر وأكتر لأنني أعرف ما يمكن أن تصل على الشيء الذي يبدأ بداية بس مثلاً، يمكن أن أدايا من عالم ثانيين إنه إذا أريد أن يحاول أن يكسروا عليها أو شيء بس أنا أخار أو أحاول أكثر؟ لا أعتقد ذلك لا أرى ذلك نعم لا أرى ذلك على نقطة الغيرة، موضوع جيد حلوك هل أنتو بزيد السؤال هل تحسون الغيرة شعور طبيعي للإنسان؟ سؤال أولا 100% طبيعي هل تحسون أن الغيرة منبتها أحساس بالنقص إنسيكوريتي؟ نعم 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 و لا لماذا؟ مثلاً في عالم ممكن يكون أكيد يجي من إنسيكوريتي وكل شيء بس فيه، مثلاً، ناس أنه بدون كل الأتنشن تكون عليهم لما يشوف مثلاً، الأتنشن عم شوي بيزيع حدا تاني بيغاروا من هيدا الشخص بيصير بدون يكسروا عليه بس بحس فيه إنه الغيرة شيء طبيعي بس كيف أنت بتتصرف لما تكون غيران هيدا الشيء اللي لازم واحد يركز عليه إذا بتحاول تكسر عشانك أنت تكسر الشخص لقد تكسر الشخص لقد تغيران منه هيدا كتير غلبي بس إذا فريزامبل غيران من جوه ويوجد كتير طبيعي بس إنه بينك وبين حالك بس بضلك تتعامل مع هيدا الشخص طريقة عادية هيدا بحسه كتير عالي طبيعي كتير عالي طبيعي أعتقد أنك تغير بسح Ung prova ثني تغير بسحة لكن أنا اعتقد أنك ستتشعر شعر في الخاص بك اعتقد الغير من اللي انتو قبل شوية مش احسن من اللي احدة تانية عامل قدامك فلازم ضلك تتنافس مع حالك وتدعم حالك بدل ما انو تتنافس مع الناس تانين يعني كل حد غير، كل حد تعاونهم غير وكل حد عندهم قصة على هالنقطة تعارفين؟ نور تكلمت مرة قبل ونفس تقريباً نقاطك بس بعزز الكلام كنت أقول هل كل إنسان فريد من نوعه؟ يونيك؟ بالأكيد نتفق صح؟ نتفق فبأي منطق ما في فايدة أنا قارن نفسي مع إنسان ثاني عشان أنا فريد من نوعه هو فريد من نوعه مثل ما قلت لاندي خلفيته، عندي تجاربه، وعنده تجاربه فبالمنطق ما كدر اقارن هو ما بتفاحى بتفاحى ولا بارتقاله أنا أورنجز لأورنجز لأورنجز، ليس أبضل ساستاء لأن هذا ليس. هذا يمكن جولدن رتريفر مع صاروخ فضائي، ما يخصها. فمجرد نتفهم النقطة أنه أنا لا أقدر أقارن مع إنسان ثاني عشان طولي طول معين مثلاً. فلو أنا أقول هذا اللاحب السلة كيف لعيبي يا أخي تشوف طويل يسوي دنك؟ فإن أنا لا أقارن طويل. إذن لماذا أتعب نفسي؟ إذا قارن نفسي بواحد أن ولد طويل مبرح جامعة وستوها طويل. إن ولد طويل جيناتها غير. إذن لماذا تتعب عمرك؟ إذا قد تشوف واحدة ثانية تقول هاي جميلة شوف عيونها كيف شعرها كيف حلوك؟ إذن أحب أن تقارن نفسك بجينات ثانية. فأنا أحب النقطة اللي أنت قلت لي كل إنسان مفروض يركز على نفسه ويطور من نسخة الأولى يسوي النسخة الثانية. 1.0 2.0 3.0 نور 4.0 أندريا 5.0 فلو بس نركز على هذا الشيء وايد بيريحنا من هذا الضغط اللي سنحط على نفسنا بمجرد المقارنة. وعالم السوشيال ميديا لعن أبو الدنيا في المقارنة. كل حد يا سيقان ليش سيارة تتشي ليش شنطة تتشي ليش هذا سافريني وأنا ما أسافر؟ ليش هذا عنده؟ فالإنسان طبيعي أن يقارن ولكن للأسف المقارنة تخلي الناس يحسون بالنقص. كيف عنده؟ أكيد التمثيل سهل أكيد حياة حلولاء. أنتو تعرفون كم شهر نحنا صورنا؟ تعرفون كم تعبنا؟ تعرفون كم مانمنا؟ هل أنتو جاهزين تحطون كل هذا؟ عشان الشهرة؟ فأنا نقطة الكلام اللي انتو قلتي مع أهليش تتكلمون في القيرة أحس وائد نقطة مهمة صح هي شعور طبيعي للإنسان ولكن انتو قلتي مفروض الإنسان ما ما يعمل شي ولا ما يأخذ خطوة أن يخرب على حد ثاني بس عشنا. بس انتو قلتي شيء قلتي لو عندي حبيب والبنات كلها يلمون عليه أنا ما أغار ليش؟ لأنني أشعر أنه كلهم بدون إياه وأنه أنا وإياه مع بعض وعرفك أنه بالعكس بحس شي طبيعي أنه ليش أغار؟ أنه خطوة، أنا لدي ذلك الإنسان ويحب حالي وأنه أنا أغار بكل شيء بعمله وعندي عائلتي وعندي حالي وعندي كل رفقات اللي بحبوني لشو أغار من الناس الحواليي؟ ها النقطة تعرفين أندريا مرة هذه النقطة، مش كثير عالم يمكن يتفقوا فيها تعرفين أندريا ها النقطة مرة كنت أقول كنت أقول تعرفين مرات البنات يقولون حبيبي يغار مني على الأقل عشان شي تشايك تلفوني وعشان شي يسألني أنا مع منو يقول صوري لي أشوف أنتي مع منو ولا يتبعني ولا لا واقف برا على البيت يعني فقلت لهم حبايب قلبي هاي مش غيرة هذا عند الإنسان مشكلة عند حساس بالنقصة مو بغيرة وحب لا تربطون هالغيرة مع الحب هذا مينون لو عطيتي التلفون التلفون بعد أسبوع ما يكفي بعدين يبقى صور بعد الصور يبقى يقول أنتي مع منو المشكلة عنده الرياض مجرد ما نحن فحد قال يعني عادي انت لو مثلا تزوجت صديقتك حلوة وكل رياليس يشوفونها ويغازلونها أقول عادي يعني شو ما تزوج واحدة أبا واحدة ما تعجبني طبيحة ما توالمني ولا أبا واحدة في عيوني جميلة والناس كلهم يحبونها بس آخر شي قلبها اللي أنا آخر شي عايشة ما عايشة بيتي هاي زوجتي حبيبتي أوكي شو المشكلة تبقى واحدة ما حد يحبها بس أنت ولا تبقى تقول لا الحمد لله كل حد معجب في شخصيا زوجتي ولا زوجي عرفتوا كيف نقاطكم حلوة والله عندما على عمر ها عندما عندما يطلع لو إجتك الفرصة بتبتلي حياتك معي مه 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 لا لأنه بدي أياكي أنت تكون صديقتي عطل أيوانا لا لا سياسية هاي جواب قوي جواب قوي جواب لاعيب أصلا زي ما حكيت بحذة لأمثلة بك كمخصص بحذة لأمثلة بك كمخصصص كممصصص فأنا لا أريد أن تغيير ذلك هذا كل شيء هناك تكميل الإنسان وليش تلك ليش ما هيديا الجواب جيد ويمكن أنا ابتسمت وضحكت ولكن ما بأ نحن البشر نحب نخفف المشاعر ونخفف انفتاحنا العاطفي اللي هو الـ فما بأخفف جوابت صح حسنا أضحكت عشان ما شاء الله حلو بس بعد ما بأضحك أبأ أقول سؤالة جدا جميل يعني في حياتي ما فكرت حد بجاوب هالطريقة جواب يعني أنني قلت لا أنا أحب نفسي أبأ أكون شخصيتي بس أبأ عشان أنا أحب أن أنت في حياتي بطريقة لش أنت ما بأبدل حلو حسنا لطيف حسنا حسنا لو كنتي رح تعملي فيلم عن صداقتنا إيش رح يكون نوع الفيلم دراما كوميدي أكشن ولا رعب رعب كوميدي عرعب ممكن يكون مكس كوميدي عرعب كله أكثر من أشياء أكشن تصبح كنا دائما نحكي أنا ونور أنه كوميدي عرعب كوميدي عرعب كوميدي عرعب كوميدي عرعب أكشن أكشن هل حبيتي بحياتك؟ وصفي لي كيف كان الشعور بالنسبة لك؟ حبيت بزيد على السؤال هل حبيتي حب حب حقيقي؟ نعم حبيت أكشن شعور أعتقد أن كل شخص يستحق معي أنه بقدر يكون أحلى شعور بالحياة وبقدر يكون أسوأ شعور بالحياة كتير أبسن دونس بأس مخة راح بعيد لا أهل السافني هون مخة راح مخة راح ما هي أنت لحب؟ أنه لحد معين تضع تضع أشعر أشخاص أشخاص وحتاجات أخواتك لحد معين لأنك لا تريد أن تتساعدك أعتقد أن هذا هو أشخاص 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 يعني أنك أشخاص 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 وأنك لا تريد أن أشخاص 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 نعم متأكد حتى أتحرك في الأول مرة أخرى لم أكن أسعى بشكل مفهوم فلسا وعرف أن المفهوم هو مفهوم أنا أعلم ذلك الآن ولكن لست أسعى بشكل مفهوم بشكل مفهوم بشكل مفهوم هل تفضل بشكل مفهوم؟ لا حسناً. 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 ما هي الحب لك؟ أنت قلتني إنسان معطاء بلي حد معين. أكيد. لن تتعبب كثير من كل شي. لكن الحب لن أقبل بعض. مثلاً إذا كان لأسكة, إذا كان كمي أو ما أعرف. نتقبل بعض. نتقبل شخصياتنا. نتقبل شخصياتنا. نتقبل شخصياتنا. مثلاً إذا أنا عندي خلينا نحكي. أو شوتينج مسلسلة. شهرين متطرة أسافر فيها. لا يحاولوا يوقفني. لا. ستكون صعبة في هذه الشهرين. بس رح نمر فيها. وقته رح نمر فيها. ويمكن كما يمكن أن نسافر عن بعض كل فترة وفترة. يمكن أن يكون في الوائد أسافر عندي. ويسافر عندي. فهيك أشياء. أحب أحد يتساعدني. أنه يدعمني دائماً. يكون حدي بكل المواقف الصعبة. أمور فيها. وأنا كمان أكون حدي بكل المواقف الصعبة. أمور فيها. ويسافر عندي. أعتقد أن أحب المواقف الصعبة. أعتقد أن الحب يتساعدني. أعتقد أن الحب يتساعدني. ويسافر عن الناس. لذلك يجب أن تكون هناك. لأعتقد أن المراحل الصعبة هي التي تثبت قوة الحب. مليون في المية. في الأوقات الحلوة كل أحد مفرفش. بالضبط. أوقات الحلوة سهلة. كل أحد يستطيع أن يفعل الأوقات سهلة. أرى الأوقات الصعبة. هل أنت قلت الحب فوقه تحت؟ هل معناتها؟ هل أنت تحسين أن الحب الصحي يكون مفروض فوقه تحت؟ أو يكون أكثر مستقر؟ أكيد مستقر. لكن لحد معين يعني بكل علاقة. حتى لو حب، حتى لو صداقة، حتى لو أي شيء، أكيد سيكون هناك مفروض. أكيد هناك ظروف تمر بياقم الشخصية أو الشخصين نفس الوقت. دائماً يجب أن يكون هناك شخص معين. إذا كان المفروض بيوصلكم مرحلة أنه لا تحترموا بعض أي صغير، لأن هذا ليس مفروض. صحيحة. 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 تمللون كل الفراغات الثانية في حياتهم. أنتوا بس شفتوا أحلى لحظات في يومهم. أحلى ستوري. ما من حقكم تمللون كل الفراغات. غلط أصلاً حتى بالمنطط. أنزين. صحيحة. فاللي حلو مرات في البرنامج بعد ما الحلقة تخلص. يكون. صحيحة. مفروض ما كنت أقول شيء. فليش أحيان أرجع لكم أنتوا الاثنين. أنتوا اثنينتكم شابات. يمكن الناس بيقولون. أنا شو ما تيلس يوم. ليش دي هالصغار على البرنامج. شو بيطلع منهم. بس داك اليوم أقول حق الفريق. أقول لهم. مرات تتيب شخص عادي 16 سنة. ويقول شيء أنت تقول. هذا كيف يفكر بهالطريقة. كيف أعطاني هالنظرة الغريبة اللي ما فكرت فيها. وأنا جداً مستمتع اليوم معاكم أنتوا الاثنين إننا. ياس أسمع منطق. وأنا واحد واربعين. وفي شيء أستنتج ذا يمكن في الثلاثينيات. أنتوا يستنتجونها في العشرينيات. أعطاني جميل. جميل الكلام. شكراً. حسناً. نور. هل لقد قمت بأسفلتك؟ نعم. ماذا حدث؟ وكيف يجعلك أن تشعر؟ كنت صغيرة. كنت صغيرة. كنت صغيرة. لقد كنت صغيرة. ووقتيها كنت أحب حدا. ووقتيها كنت لتجد بأسفلتك في المدرسة. من البنات المدرسة وكل شيء. ووقتيها كنت بحب حدا. و كنا وقتها عملنا لوندستانس كمان و هيك إنو و كنا بس بصفين كمان بس 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 كمان بس بعدين بس بعدين اي فت ليك عم يباعد شوي عني فأوزك بلشت أحس إنو إنو لي عم تباعد عني كنت تاما أفكر إن أنا الغرض عشان بنات مدرسي كانوا دائماً يوجوني أنا الغلط فكنت أحكي إنو لي هاد الإنسان عم يباعد عني يمكن أنا الغلط كنت أغير ضحكتي عشان ناس يتقبلوني أغير طريقة مشيتي طريقة حكي شكلي حواج بشاعري كنت دائماً أغير كنت أغير كل شي في بس عشان ناس يتقبلوني ويوجد هذا الناس كان يمكن أول شخص تعرفت علش تقبلني شوي ويوجد حسيت عم يباعد عني فحكينا بالموضوع وكل شيء وقال لي إنو ما بده خلص إنو ما بده خلص إنو ما بده خلص إنو تتاكي ستباك وخلص ما نرجع نحكي وهيك ومن ثم بعدي لاحظت إنو كان يتقبلوني مع الكثير من أشخاص وكثير من أشخاص فكنت أنا أحكي إنو باركي بالوقت اللي كنو فيو مع بعض كان عم بيحب واحدة تانية هلا مش غلط الواحد إنو يكون تلوز فيلنجز أكيد بس إنو طلعلي حجة وما فتح قلب ولا إلي فحسيت إنو كتير أصر من إنتي وإنو كتير من أشخاص وكثير من أشخاص إي قامت المرحة في المرحة من البداية لأكثر عمي كماناً على أيضاً إنو كنت تتاكي على خطة الإنساني لن يتحبني وفي الآخر إنو كل واحد عم يترك من هون 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 فشوية ذكلنا وكانت هاي أول مرة بتعلق بحدها كمان إنو أعزكوا هاي بس مع إنو وي دينت أند شوي عن جيد ترمز بس استيل بضني أحكي معه أتطمل عليك الفترة وفترة ما بحب أكون عن باد ترمز مع أي حدا حتى مع البنات اللي بطلوا رفقة معي قبل بحب أضني صاحب معهم إنو مش صاحب خلينا نحكي بس نتطمن كل فترة إنو بحب أضني عن جيد ترمز مع كل حدا إنو خلص كل شي دواء يا ريد كان اللي تبينا يصير بس ما يصير إرضاء الناس غاية لا تدرك تحاولين الواحد يحاول يرضي الناس بس لازم يتقبل إنه مشكل حد بيرضاء ومشكل حد بي في عينه بس سؤالي لك شو استنتجتي من هالتجربة إنو حاولت تغيرين ويد الشياء في نفسك والناس بدوا يتركونك فشو استنتجتي أخذني كتير وقت فأحب حالي ولاحظت إنو أخذني سبع سنين فأحب حالي ولما حبيت حالي لاحظت أدي شخصيتي صارت قوية ولما شخصيتي صارت قوية صارت أعرف إنتي وأعرف وأعرف ما أنا قابل وقتين الناص صارت بدت تكون رفقة معي لما تعطي لحالك إيمي قدام العالم و و عندما تعطي لك تدرس تشتغل على حالك كثير تشتغل تبني علاقات مع عيلتك مع العالم اللي حواليك بيصيروا كثير عالم تلوك أب تيو فهيدا كثير شي ساعدني أنا شخصيلا لما بلشت أحب حالي وتقبلت حالي تقبلت أندري طايع يعني هلأ فارزامبل إذا كنت بروم فارزامبل قاعدة مع رفقاتي وناس جداد دخلوا على القوضة وما حبوا شخصيتي أو فارزامبل قاعدوا يحكوا إنو إف هاي صوتك كثير عالي هاي ضحكتها عالية أنا مش فارقة عندي هذا هو أنا 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 هايبر أنا بريع بريع طويل وقت بطني أضحك أنو صوتي عالي نبرد صوتي عالي بس أنو أنا متقبل حالي متقبل حالي وإذا ما بتحبوين هاي مشكلتكم أنت مش مشكلتي بالآخر أنا ما رح أغير شخصيتي عشان أراضي أي حدا تاني كل واحد هزينيك بهز اون وي وكل واحد شايف الوردة كيف تكبر بتفتق تتفتح كل واحد متل وردة إذا أحب حالي وكل شيء هو بحب تتفتح أنهيك صري أنت مستمعة جيدة بان يلسن ويل شكرا شكرا أنت مستمعة جدا أم تعرفون الكلام اللي أسأل أقوله وائد مهم حتى للناس اللي بيشوفون وأنا دائما هذا هدفي مو بس نحن كل حد في بيته يأتي يشوف الحب النفس يعني وائد اشياء وتعرفون دائما أذكر هالمشهد سبحان الله لا أدري ليش أتذكر مرة كنا في فعالية يلا هي قصة حكم كنا في هالفعالية ومختلط ففي هالفعالية في وحدة ما بأقول لكم كانت أحلى وحدة يعني خلينا نقول لو في أمية شخص فرضا بس الشكل الخارجي هي يمكن خلينا نقول سبعة من عشر يعني سبعين هي رقم سبعين ولو بأمية أحلى شي هي سبعين الشكل الخارجي يعني مش أحلى وحدة في هالفعالية أوكي تروحين حفلة تروحين فعالية دائما في ناس بس كل حد ما تخبل عليها كل حد يبا يكلم هالشخص فكن دائما أفكر وأخر جدي لأسنا نسولف لاحطنا طاقتها حلوة مرتاحة من نفسها تبتسم بشوشة فكنت أقول سبحان الله مرات تحصلين إنسان جميل بس يلوع التشبد يعني طاقته خايسة سلبي مات شي تقولين أوه يا ريت ما دخل الغرفة أوف خلاص يا رب يطلع طاقته مش حلوة بعدين نشوفين واحد ما بوايد يمكن وسيم بس سلث ومريح ويضحك ويبتسم وينكت مع الشخص يقول منها الشخص؟ ليش شي هو؟ فسبحان الله طاقته حلوة ونرجع لهذه الأشخاص وهذه الأشخاص اللي مرتاحين من داخل يقول يعني مثلا مرات مثلا حدي يقولك نور انتي وايد حلوة انتي شو بتكون ردك؟ شو بتردين؟ شكرا شكرا أكيد أنا جميل لا عادي الواحد يتقبل أنه جميل لو الله سوات جميلة سوان شخصيتك ولا شكلتك ولا خشمت ولا ذونتك ولا ريلت شي حدو ليش لا؟ حد يقولك أنس أنت وسيم أقول لي؟ الحمد لله الله سواني وسيم أوكي هل أنت أوسم شخص؟ لا أكيد فيه ناس يشوفوني قبيح يعني النقطة دي هالسة حاول أوصلها لازم نحن نكون وايد مرتاحة من نفسنا وايد عشان هذا اللي يجذب أي شي ثاني ينفر فأنت وصلتي بعد سبع سنين أحس الشي وايد حدو وبتلاحظون الناس بيونكم والأصدقاء اللي مفروض يتمون في حياتكم بيتمون والأصدقاء اللي مون مفروض يتمون في حياتكم بيطلعون والأصدقاء مواسم بتلاحظون فإن شاء الله مواسمكم متكمل بس في ناس للمواسم يروحون يكون رسالة في حياتك أنت دورتش الحين شو أسوأ التعجب مليتي فيها بحياتك حكيلي عنا اه 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 اظن اه لما بلشت اخسر شخصيتي و و وبطلت اعرف ايش انا بدي من الحياة و مين هم اسحابي و لو في حد بهتم فيي اه وشكيت بحالي بكل معنى الكلمة يعني بكل طريقة الشكل تمثيل شغل صوت اه كصديقة انا و انا عم بكبر اه يعني احنا حكينا اول سؤال عن الباندريز و انها الصفة اندريا بتحبها فيي انو ماي كونفدنس اه انا ما كان عندي كونفدنس من حالي انا كان لازم اسير واثقة من حالي انا كمان اكبر بنت باربع اولاد ف من لما كنت صغيرة كان عندي هذا ال اه احب احمي اللي حوالي اه اه فبعدين لما انا صرت اشوف انو ما احد عم بيحميني لازم انا احمي حالي ف كنت كتير مبسوطة بهال الموضوع و اي ست باوندريز و اويت شخصيتي و عملت كل اشي لحالي اه 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 صار اشياء شككوني بمن انا اه ناس تركوني اه اه ناس اه اخطنعوا انو انا شخص سيء مع اني انا بارف اني انا مو شخص سيء بس اه اه انا بضلك تسمع هذا الاشي انت بدل تصدقوا فهذا كان أصعب إشي ما جيت فيه حسيت حالي خسرت كل شي وما كان حتى مهم كل شي كان أهم إشي أنا إيش بفكر بحالي وأنا بطلت عرف إيش أفكر عن حالي بس طلعت حالي من هاي المرحلة وذكرت حالي من أنا وذكرت حالي من اللي عانت كتير وطلعت عملت إشي من حالها فهي حمدي كم سؤال شو الشي اللي بدي يكسرش هل شي واحد ولا مجموعة أشياء هي مجموعة أشياء بس أظن إنه مجموعة أشياء أو إنه حدا يعمل فيه إشي أنا مستحيل أفكر أن يعمله بمش بس هذا الحدا بأي حدا فكتير كتير بكسر القلب إنه حدا يفكر هيك عنك هاي طريقة فبتصير أنت تفكر عن حالك فهي طريقة أول شي بحط بعض الشروط وأتمنى أن تتقبلونها الشرط الأول الصراحة المطلقة قد ما تقدرون عشان نحن نحاول نكون صريحين نحاول نكون شفافين نحاول نكون منفتحين عاطفيا هالشياء اللي تخلينا بشار لو ننسى هالشياء نحن خلاص مش بشار وما تقولوني شي ما تبون تقولون فما لو تقولوني أنا هالشي ما أتكلم عادي أنا من نوع اللي أحترم خصوصية الشخص فشاركيني اللي تقدرين يعني سؤالي يوم أنت قلتي الهجران يقدر يكون أهل يتطلقون يقدر يكون أهل يتركون الطفل يتربى بروحه ولا في بيت حال ثاني يودوني عن عمتك ولا خاطتك ولا كذا يقدر يكون حبيب حبيب يكسر قلب مثل ما أنت قلبك يتكسر معنا في سن صغير بس يلعب دور في تشكيل الشخصية فهل تقدرين يتجاوبين شو قصدك بالهجران بكل طريقة بصراحة أنا كثير بعتبر الناس اللي راب علي كإشي يعني خلاص هم بيجوا قبل كل إشي تاني يعني بحياتي أهم إشي إنه شغل والناس اللي قريبين عني لو صحاب لو عيلة فأنا نحطيت بموقف انتركت من هدول الناس وهدول الناس يعني لو قبل دفعتولي مصاري الدنيا مستحيل أتركهم لأنه أنا بحب أشوف الخير بحدا أحب أشوف أحب أشوف الأشياء وهم أشوفوا إشي غير فما كان في إشي بقدر أعمله فطلعت حالي من هالمرحلة لأنه ما في إشي أسوأ من أنه تبلش تشك بحالك و تصير ثقتك بحالك يعني تصير تشك بكل إشي تصير تشك ب النوايا اللي كل حد عندهم ياها تصير تشك بكل حدا أنه أنت ما بتحبني أنت أنت بدك تتركني أنت بدك تكذب علي أنت بدك كي 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 و كان لازم أطلع حالي من هاي هاي طريقة التفكير بشكرا أفعل و بعرف إيمتي وبعرف حالي وأهم إشي بعرف مين أنا هل كانت فترة طويلة عشان تبني نفسك من أوليديد؟ لا. سنة يعني؟ ثلاثة عامة. حسنا. هل اللي عانيتي منها الشك في الشخصية والشكوك اللي صارت اللي اللي البنت اللي عموما متعودة تتعرف شو هويتها فجأة شكت في هويتها. هل زلزال اللي يستوي في الإنسان. هل هذا وصلت للاكتئاب؟ مئة بالمئة. وكيف قدرتي؟ كيف نورتي قد تطلع من الاكتئاب في تجربتك؟ أنا كتير صريحة بموضوع الاكتئاب و الأكتئاب. أنا بعاني من الأكتئاب كتير. وبقدر أتوتر. كتير بيخرب أيامي مرات. بس أظن أهم شيء إنه كيف تتعامل مع الاكتئاب إنه تحكي مع حدا. وحتى لو صديق أو حدا من العيلة أو مستخدم. أظن أظن مشكلة الاكتئاب إنه بتبطل تشوف الأشياء ع حقيقتها. بتصير تشوف الأشياء بـ كيف أنت بتفكر فيها. يعني لو في موقف عم بيصير معي. أنا يمكن فكرت بأسوأ إشي بطلع من هذا الموقف. وحدا تاني بقدر يحكيني طب ليش ما تفكري بالموضوع بطريقة تانية؟ ليش ما تفكري بهذا الموضوع كبداية جديدة؟ كنهاية لإشي سيء؟ كمحفز إنك تعملي أحسن؟ فهذا اللي كنت محتاجة أسمعه. واقناعت فيه. واقناعت حالي فيه. لأنه أظن عقلك بقدر يكون يا أمي يور بست فرند يا أمي يور أنيمي. وهو إلك القرار إنك تقرر إنه فخروج نور من الاكتئاب كان قرار؟ كان قرار؟ أوكي. اللي بعد أحس على قد ما أنتوا وايد غير عن بعض على قد ما أنتوا مع مثل بعض ترى فيه. وأنتي بعد مستمع جيد ترى. شكرا. مثلا في شي رابط بينكم أنتوا الاثنين. هي خذت سبع سنين عشان تحب أندريا. أندريا تحب أندريا بصوتها بضحكتها بشكلها. خذ وقت اشتغلت على نفسها. أنت ممكن كنتي مشتغلة وانكسرتي ورديتي 2.0. تعرفين؟ فاثنينتكم عرفتوا تتقبلون نفسكم. حتى لو في مراحل وائد غير عن بعض. وأنا دائما أقول الثقة لو الثقة بالنفس أو الثقة في أي شيء. أول شيء الثقة أقسام. هنين يقولون هذا إنسان واثق من نفسه. صح. بس من معناته واثق من نفسه في كل شيء. يعني الذكى كان في لاعب كورة في حفل جائزة. وعطوا الجائزة. وقالوا لي سيري يعني يقول خطاب. هل قد كان ياسي يعرق؟ وبس لازم يقول شكرا وباشكر مثلا زوجتي واشكر ياسي يعرق. ما بقادر يتكلم. أنا سأقول هذا تحطينا في ملعب يدمر الدنيا. بس تحط على ستيج مسرح ما بقادر. فمعناته ثقته في الملعب أمية من أمية يمكن. بس ثقته في المسرح واحد. فهاي النقطة الأولى. الثقة في أقسام. ولكن أي ثقة سواء كانت مثل الرياضة. لازم تشتغلين على الثقة. لازم. ولا العضلة الثقة هاي تختفي. فأنتو التمثيل. لو توقفين حق سنتين تشوينا الثقة اللي كانت ثمانية من عشرة سوت أربعة. ناشت لازم أسير أسوي بعد مسرحية عشان بس شوي حرك عمري هالأربعة سوت ستة. وبعد مرة سويت سبعة. فهل لازم الثقة يوم نشوف ناس واثقين من نفسهم. ليس معنات ستوها هباء. يعني آآ بلحظه وانولد وكان واثق من نفسه. لا شغل. ما ننولد فيه الشيء. نعم. نعم. حسنا. السؤال الخامس. نور. لا نور. فكرة دوري. حسنا. توثق فيني بأسرارك؟ ايه؟ بار. حسنا. حسنا. نعم. حسنا. هل هناك أسرار مخبيتي عني؟ الشغلة عني. أنا شخص جدا. هاي حياتي. مئة بالمئة من حياتي. بحكي لهم أربعين بالمئة أو خمسة وثلاثين بالمئة. بحكي لهم أربعين بالمئة؟ ايه. هل قد كثير. بحكي لطلعتين. هل قد تخيل. ماذا؟ أعرف لي بس برتاح لما ما أحكي شي لأي حدا. إنه بحس إنه بقدر أدبر حالي. إنه خلاص باعرف كيف لازم أتصرف. و أنا لما أمرأ بالشيء و بدي حدا أحكي معاه بس بتخيل أحكي معها. أو بتخيل رمزي رمزي الله يرحمه وتوفره. بتخيله أدامي ببلش أحكي معاه. إنه بس إنه بس إنه قاعد أفطفد أو أحكي لأي بصفين سرولي. بحكي مني. إنه بالعكس خمسة و أربعين كثير مني. بس نور بحكي شي 50%. نور تعرف عني أشياء أكثر من أخرى بحياتي. أعرف عني. أرى كثير بحترم جوابك إنه ليس كثير من أشخاص. لذلك أسفل. أحكي لي سر واحد. يعطيك لا أعطيه. يعطيها سر واحد زيادة. شي ما قلت لها. سوي 55 في الأمياد. أنا شو أكتلك ناصر؟ لا أعرف. لا أعرف. خمسين في الأمي ما تعرفين؟ فيه وايد بلاوي يعني. أنا بداش تخاف. إيه؟ 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 أعرف مع رفيقتي. وكانت عم بتشتي كثير. إحنا كنا عادي مش من أسرعين. كنا ماشيين. سبتين على القلب. لأوتوستراد يعني شعر على رئيس. كنا ماشيين على السبتين. وعادي رواق. ولكن في لبنان الأوتوستراد اللي فوق هلأ بيكون الأوتوستراد هيك روحة ورجعة في هيدا هيك وهيدا هيك بيصير في حجرة بالنص بمنطقة بيعلى هيدا الأوتوستراد وهيدا بيصير تحت فبيصير في هيك مثل جبل تقريباً فإحنا ما كنا ما انتبهنا لهيدا الشيء لما افترق شوي الأوتوستراد ودخلنا بجورة قوياً فقع فينا الدوليغ قلبت السيولة شوي بعدين رجعت محلنا فهونا كنت انا عصاب كتير اوزا كنو وما حكيت بالموضوع مع اي حدا محكيت بالموضوع مع اي حدا ما كان المشكلة من الطريقة اللي سواقه لأن انا انا بيكي مع الناس اللي بطلع معهم بالسواقه وما كنا مأسرعين اوزا كتير من الطريقة وما كنا كانت تشت كتير كتير وما شفنا هيدا شوي جورة فدخلنا فيها وصير لي صير هيدا سليم اوزا كتير اوزا كتير هلا عم بحكيهم للعالم كله هل تحسون هالشي حين حصائية بحث لينا حين في البحث من بحصائية نحصل لحل نقطة احس البنات كل مرة اسأل زميلة او صديقة انتي مثلا من هو عز صديقة عندك من البسفين بتقول مثلا ليلة هالليلة تعرفك شيء لا اوكي اسأل واحدة ثانية من هو عز صديقة كذا تخبرينك شيء لا انا اقول اوكي عندي انا كأنس معيار افضل افضل او لا عز صديق مفروض يعرف البلاوي كلها فانا في حياتي عندي شخص واحد هو عز صديقي عارب كل شيء الا الشيء اللي نسيت اقول له بس وانا محظوظ يعني الحمد اللي على هالنعمة بس لاحظة احس ان الشباب الاولاد عنا نحنا بيننا نحنا وبين عز صديق نقول تقريبا كل شيء بس البنات دائلا في هالعشرة في المية تأمين شيء ما يقولون انا بحس العكس اه انا كثير بحس العكس بحس البنات كثير بحكوا اكثر دون بعض يعني بس ممكن شيء في هالدرج اللي محد يعرفها بس فنس والله بس 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 بحس بحس قصدي الولاد يعني اكثر سريين اه مش سريين مش انه بدهم يكونوا سريين بس انه ما يفتحوا حالهم بهذه الطريقة صح انا مع هاللغطة بس انا قلت لك بس اعز صديق صح بس نتكلم عن اعز 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 اقرب واحد يقولون تقريبا كل شيء بس احس الحريم في هال انشورنس بوليسي هال العشرة في المية اللي ما بقول لها ماندري ليش بس لحسيت لحطة شيء كل ما اسأل احصل نفس الجواب انتي خمسين بعد انتي حتى وانت ساين بس فحس الواحد لازم يكون برايفيت بس اعز صح سيادة ليش دد الخصوصية مانت برايف اي طريقة أول سؤال عمرك فأتي حد عزيز عليك You experienced loss Loss as in death Yeah My grandparents لو بتقدري تكتبي اسم لو بتقدري تكتبي لهم لسالة ورح يقراها أو رح يقروها شا حتكتبي أظن حقا تذر إني مام مضيت وقت معهم أكتر و كمان أنا بحس رح ينبستوا لو بحكي لهم كل شي أنا عملته وكل شي أنا بنيته من حالي لأنهم كانوا كتير بوثقوا فيي و بدهم يعني أنجح أنا بسألت أنتي السؤال عشان أول مرة أعرف أنتي فقدت حد صغير شو اسمها رمزي رمزي كم كان عمرك 23 كيف توفى حدث موتورسيكل وإذا تقدرين تكتبين لرمزي رسالة حدث موتورسي كثير بده يحضر مسلسل روابي وكان عم بيحكي لك العائلتي عن مسلسل روابي وهي واسوب فاود أنه أنا حاكن بطلة المسلسل وأنه راح أكون بمسلسل على نتفلكس هيك وتوفى قبل يوم عادي بثلاثة أيام فا كان قلت له أنه شوف له أنا وينه وصلت كذا بعدني بحكي مع أمه فا أنه دائما بحكي مع أمه بطمن عليها وهي دائما بتدعمني كثير دائما بتحكي لي أنه روزي كان بكون فخور فيك كثير كان بسألت له أنه شوف وين وصلت لما أنا كان بناتي تنمره علي هو الوحيد اللي كان متقبلني من العالم اللي معي بالمدرسة فا أخا أخا هي واسبورت كثير كبير أني طلعني من الدبرشان تاعي بالمدرسة فا فا هي بليف دني كثير لما ما كان حدا عم يدعمني أو شي هو كان الوحيد اللي عم يدعمني وعم بتقبلني كثير فا كان داما يحكي لي أنه بتقدري بتقدري تعملي هيك وبتقدري تعملي هيك فا بس فاكت أنه ما قدر يشوف أكثر 1% من الساكسس اللي عملت أنا بكسر القلب لأنني أعلم في فاكت أنه كان كثير متحمس من كل قلبه أنه يشوف شو أنا بقدر عليها ويشوف ويشوف شونا ويشوف شونا ويشوف شونا ويشوف شونا يجب أنني أصدقل شيء واحد أنت قلبك عورت قلبك عورت أقول شيء واحد بأقول لك هو كان أصلا يعرف منه أنت قبل وما كان يحتاج يشوف روابي روابي كان بس زيادة بس هو أردي مؤمن فيك أردي إيمانة قوي جدا في أندريا يعرف أنت شو تقدرين توصلي يعرف شو تقين تكسبين يعرف شو تقين تنجزين أكيد حلو لو كان يشوف بس أنت قلتي أتمنى كان يشوف واحد في المية من نجاحاتي هو شوف أمي في المية عشان أحبت أنت كإنسانة هل الشيء الباقي زيادة غير موضوع شكرا شكرا دعنا نقول الله يرحمه شكرا شكرا مثل ما أنت خسرتي أنا خسرت صح وخسرت ناس صغار حسرت بدري بدري عليهم ما شبعت منهم بس سبحان الله نخسر ناس يوم نخسر ناس كبار نقول على الأقل عاشوا الله عطاهم عمر صحي شافوا كل شيء شافوا يمكن أحفاد شافوا كذا بس يوم حد يروح صغير وايد صعب أحس متعب شكرا لو بقدر أطلع قلبي وأحطه قدامك شو بتحسي أنه هو محتاج يسمع أنه أنت إنسانة بتنحبي كذ داماً بسمع وبشوف حوالي حتى من بعد المسلسل الناس عم بحكوا إنه نور متل اللي يعني بالمسلسل ولا لا تنحب ولا لا كيف شخصيتها أنا أصبحت تتحسين أحكي كثير أحسن اللي يعني بالمسلسل وهي مأح شخصيتها كثير غير على المسلسل يجب أن تختار الوضع بين المسلسل والشخصية اللي عم تقدر تقوم بعمل هذا الشخص في المسلسل. و... 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 أنت مسلمـ لكن... أفتقد Bullet listened There. لأن... عنى سليت مسلمنا הArtiohallPod at some point و... و... كلنا Bel sia عنا أشياء... و... مشكلة العالم بتعرفها عندنا و... لما نوجيهم هادا الجمن أو هيدا البوارت مينا... بيصيروا يحكو إنه قائل ال Monat in AXACSным Sereoing. ما بتنحبيه ما بتنطائي وكثير حساته اشي عم ينحكالك كثير انتي واذا هو بالشغل واذا معرفقاتك واذا معالما بتعرف فيها فأشعر أنك يجب أن تسمع أنت كثيرا بتنحبي واللي ما بحبك يعني شكرا 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 إذا هاي كانت آخر مرة بتشوفيني شح تكون آخر كلماتك لإلي ما هي هذا المصدر؟ ما بحس رح أحكي شي محدد أظن يعني من قد ما أنا وأنتي صحبي ومن قد ما يعني مضينا وقت مع بعض واشتغلنا مع بعض وعشنا مع بعض وزعنا مع بعض وفرحنا مع بعض أظن يعني بس لو ببعطيكي نظرة رح تفهمي كل الشي لا لا أنت تعرف كل شيء أنت تعرف كيف أشعر عنك نعم لا أريد أن أقول أي شيء ولا شيء نعم لا يجب أن نعم المكيف ترى دابحني أموت برد نعم 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 حسنا بس شرح السؤال بعد شوي بس لو عكست السؤال حسنا وهاي آخر مرة أنت تشوفين نور في حياتك آخر مرة شو بتقولين حق نور مرح أعطيها أموت مرح أعطيها أموت مرح أصنع رح أكون عشان مرح أعطيها أموت لأنه نور من أكثر العالم اللي بعته أحلى حق وداماً أنا وياها من عبطوا بعض بحس أنه هيدا حتكون إنه بحس أعطيها حق أكثر من أحكي معها لأنه لا يمكن أن نحكي مع بعض بس أنه تشوفها أو هيك تحقها هيدا حتكون أخر مرة بحس هيدا الشيء اللي هعمله مرح أعطيها 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 مرح أعطيها أعطيها فالوصف أنت قلت يا هاي السؤال مظلم ولا دارك في شيء قريتا بس لازم أبحث عنه عشان مات فالسف وايد بس أتوقع القصة حقيقية في بلاد في العالم ننسيت شو اسم البلاد يوصفون كأسعد شعب في سكان البلاد وفي ديانتهم ومعتقداتهم يذكرون نفسهم بالموت خمس مرات عدة مرات في اليوم يذكرون نفسهم أن يموتون يعني مثل شيء على فكرة أنت تموت مثلا فالناس يقولون شو المرض يعني ليش الإنسان يحتاج يكون نكدي ويذكر نفسه بالموت بس بعدين نقولين شو الرابط بين التذكير وليش هذي الناس يشوفونهم كأسعد شعب فأنا ليش أحب التذكير بالموت عشان يعد يروح يرجع معه يرمخنا إن عارف شو الأولويات يعني تعرفون هالسؤال المعتاد عليه والله لو هاي آخر سنة في حياتكم لو هاي آخر أسبوع في حياتكم شو بتسوون تحسون مفروض تسوون دائما فيها لسلة ليش شو الهدف من هالسؤال إن الإنسان يمكن يسيقضي نفس حياته في وظيفة ما يحبها ولا في علاقة سلبية ولا سامة ولا في أي شيء يقول لا 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 أنا لازم أغير ما أقدر فليش أنا مرات حطها السؤال معانا السؤال صعب عشان مرات يعزز العلاقة انت تعرفين قدرها لتش وانت تعرفين قدرها لتش أنت فهذا السؤال زين لوحدي يذكر نفسه بالنعمة نقدر نشوف نقدر نشم نقدر نلمس بعض نقدر الحمد لله يعني الحمد لله أظن إشي كلنا بنشوفه لما حدا بنعرفه أو حدا مشهور أو حدا من أصحابنا سمح الله بموته بتشوف بعد فترة الحزن والشوك اللي بتصيب كل حدا بتشوف كيف كل حدا بصير متفائل بطريقة انو بصيروا يحكوا الحياة قصيرة ديروا بالكم كيف تحكم مع الناس التانين خلوا كل لحظة تكون يعني مهمة كونوا ناس طيبين أم أم فأنا أعتقد أن هذا هو لذلك كونتري كونتري أشوف الناس لي بحبهم وأعمل أشياء لي بحبهم كونتري 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 شكرا بنات استمتعت جدا جدا معاكم بدون أي مجاملة أول مرة أشوفكم في حياتي بس تونست معاكم وحسيتكم أصدقائي فعنكم صديق في دبيت شكرا شكرا شكرا